في شأن آخر حذر نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق قايد صالح العصبة وأذنابها من محاولة المساس بالمصاري الدستوري أو عرقلته من خلال تشويش على الانتخابات أو محاولة منع المواطنين من ممارسة واجبهم الانتخابي وأكد الفريق أحمد قايد صالح خلال اليوم الثاني من زيارة عمل وتفتيش للنحية العسكرية الثانية أن العدالة وكل أجهزة الدولة ستكون بالمرصاد لهم أننا مستعدون لأدى مهام من النبيلة ونقوب بالمرصاد لكل محاولة اليأسة للمساس بالسير الحسن الانتخابات من أي جهة كانت ومن أجل الوصول بالبلاد إلى ضفة آمنة والمستقرة وبهذه المناسبة في أن نحذر مجدد العصابة وأذنابها وكل من تسول له نفسه المساس بهذا المساس الدستوري أو عرقلته للزج بالبلاد في مخاطر من خلال تشويش على الانتخابات أو محاولة منع المواطنين من ممارسة حقهم الدستوري مؤكدين أن العدالة وكل أجهزة الدولة ستكون بالمرصاد